النهاردة كان فيه اجتماع مهم للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على موضوع طرح أسهم الشركات الحكومية والاجتماع كان بحضور الدكتور هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي والمسؤولين في الصندوق رئيس الوزراء أكد في الاجتماع أنه الاعلان عن القائمة الكاملة للشركات اللي الحكومة هتطرحها هيكون قريب ومن خلال مؤتمر صحفي الدكتور مصطفى مدبولي أكد أنه جزء من هذا الطرح هيكون طرح عام في البورصة والجزء الثاني هيكون للمستثمرين للستراتيجيين وخلال الاجتماع كمان الدكتورة هالة سعيد اتكلمت عن الإجراءات التنفيذية لعمليات الطرح وعن الجدول الزمني التقريبي لهذه العمليات وعن الإجراءات اللي بتتم للترويج للفرص الاستثمارية عشان يكون فيه جذب أكتر للمستثمرين والمحللين الأجانب طيب طبعا الهدف من طرح بعض الشركات الحكومية في البورصة أو الاستثمار هو المساعدة في زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب استثمارات أكتر عشان تساهم في عملية التنمية وزيادة معدلتها اشتركوا في القناة